أهلا بكم حين خلق آدم عليه السلام ونفق فيه الروح عطس فقال الحمد لله وآخر دعوة أهل الجنة أن الحمد لله رب العالمين فالحمد لله تملأ ما بين خلق أول إنسان وما بين دخول جنان الرحمن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيده لواء الحمد يوم القيامة الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد منتهى الثناء وتمام الشكر مع كل الحب لله سبحانه وتعالى الله لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية أما عن الفرق بين الله والإله فالله هو المعبود بحق لا إله غيره سبحانه وتعالى وأما الإله فيطلق على كل معبود بحق أو بباطل مثل الأصنام التي كانت تعبد أيام كريش مثل هبل وهناك الآن في الهند العديد من الآلهة مثل عبادة البكر والفئران ومن فضل الله علينا أن الحمد لله تملأ الميذان ولكي تعلم حجم الميذان فلك أن تعلم أن السماوات السبع والأرض لو وضعت في كفة الميذان لوسعت وأخيرا تحتوي هذه الآية الكريمة على توحيد الألوهية وتوحيد الربوغية توحيد الألوهية في لفظ الله وهو المعبود بحق أما توحيد الربوغية ففي لفظ رب العالمين هو المالك والمدبر والخالق للكون جزيق ملاحيين